وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرِ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فقالوا ربنا بعر بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ يرجع الله يقول لك النعمة التي كفروها إيش هي وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ما هي القرى المباركة؟ قل لك قرى الشام لا يوجد مفسرين قال لك المقصود هنا قرى الشام وأنت عارفين تحت الشتاء والصيف اليمن والشام اليمن والشام قال لك بين هذه القرية التي سبأ وبين قرى الشام جعلنا قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير بالله هل سمعتم مثل هذه البلاغة؟ أول شيء في كلمة ظاهرة وكلمة قدرنا فيها السير بعد التفسير حنفهم أول شيء ما معنى قرى ظاهرة خذها على ظاهرها قرى ظاهرة واضح جدا من ظاهر الآية أنهم إذا غادروا قرية أو قريتهم يعني سبأ بمجرد أن يغادروها أو يزايلوها تلوح لأعينهم ماذا؟ القرية الموالية قرم الصحية يعني من كنت تكون على بعد عاشرة كيلو يشوفوها البيوت غارية كذا يعني الحمد لله لن تهلك تبشي لك ساعة ساعتين إلا أنت أي في قرية ثانية لا إله إلا الله قرى ظاهرة قال لك وقدرنا فيها السير يقول مفسرون فكانوا إذا غدوا يعني بالغدوب بالصباح إذا غدوا من قريتهم قالوا بالقرية أي الموالية تقالوا لأ يدوب سلوا ثلاث أربع خمس ساعات يقير هناك إحدى القرى من شرط حتى الموالية يقيل هناك ثم إذا راحوا يستأنف السير في الرواح على العصر هيك باتوا في قرية موالية ما شاء الله أمان يعني ما في قطع طريق ما في ذئاب ما في قوف إشي جميل شوف هذا على فكرة منظور عمراني في القرآن الكريم منظور حضاري يعني أن الله بقول لك الحضارة الحقيقية وإعمار الأرض يا خلفاء الله في الأرض تكون بماذا؟ ببناء المدن القرية معناة مدينة القرية في اللغة عكس البادية وعلى الله قال لك إلا من أهل القرى أنا ما أرسلت رسولا إلا أن يكون ماذا؟ من أهل القرى رجالا من أهل القرى من أهل المدن لأن المدينة فيها ماذا؟ فيها معايشة فيها اجتماع فيها مؤانسة فيها تبادل ثقافي وفكر أخذ وعطاء تنمو فيها مدارك الإنسان تتهذى فيها أحاسيسه معروف الحضارة موطنة المدينة ليس البادية ومن بدى جفى ومن اتبع الصيدة غفل كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام طبعا البعيش في البادية يبقى مع الأوابد مع الوحوش يتوحش قال لك بدى وتوحش يقولوا على رغلة بدى وتأبد تأبد يعني أصبح مثل الأوابد الوحوش الكاسرة والعياذ بالله لا قال لك قرية فإذا بدك تعمل عمارة ابن مدن قر القرى بلد البلدان بلد البلدان وقر القرى وابن المدن شوفوا عمر ابن الخطاب رضوانوا عليه وحده بنى سبعة مدن عظيمة منها البصرة والكوفة ومنها أصل القاهرة عمر ولذلك سمي بأب المدن في الإسلام وسميين بورخون العرب ليس حتى الإسلاميون العرب وعمر الخطاب أب المدن في الإسلام حضور حضاري ليس بس عبادة وذكر وقعدين وقال لا 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 عبادة أعمير الأرض مع ذروة التقى والتأله العبادة شيء عجيب شيء نادر نادر اللهم ألحقناه بالصالحين طيب قال واجعلنا بينهم قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير هذه النعمة الأخرى بحيث أن هذه القرى المتواصلة غير المنقطعة المسافات التي تفصل بينها بين واحدتها والأخرى مقدرة تقديراً إما بالمدة الزمنية أنه مثلاً بين القرية والقرية مثلاً ربع نهار خمس نهار مثلاً نفترض أو مثلاً مرحلة أو مرحلتان وهكذا باللغة العديدة مثلاً نقول كذا مايل أو كذا كيلو متر معروفة فأنت الأمور كلها مضموطة لديك لا تخشيش الإنقطاع لا تخشيش الإنقطاع اليوم في الهايويز أو الطرق السريعة تقريباً كل 60 حياناً أقل كيلو متر في تنكش تلة تعرف فلل أنت لم تكن أخوف تعرف أنه لازم تأتي فعلاً صحيح زمان زمان ما كان شيك ممكن تمر على بنزين خاني أو تنكش تلة مثلاً بعدين نذهب 150 متين كيلو تنقضع في الطريق الله قال لك لا يوجد انقطاع هنا قدرنا فيها السير مسافات محدودة مضبوطة إما بالزمن وإما بالمسافة سيروا فيها ليالي وأياماً سواء سرت في الليل سواء سرت في النهار أمن لا إله لا لأنه في تواصل بشر حاضرون في كل مكان ليس قطع طريق آمنين واحد يقول لي طيب كيف يعني قيل لهم سيروا نعم قيل لهم لكن ليس قول لسان إنما هو أمر تمكين مرة أخرى كلوا من رزق ربكم أمر تمكين سيروا فيها أمر تمكين فقالوا ربنا باعد الحمق ما أحمقهم متناهو الغباوة فقالوا ربنا باعد بين أسفالنا مش عجبنا قالوا هذا كثير دلع ودلال بدنا شوية نشوف الجلد ونشوف الصعوبة والخشونة خلي هذا التواصل ينقطع وقالوا يا أغبياء الحمق البعدة عزهم الله يا أغبياء لا ينقطع ولا تبعد الأسفار إلا بماذا؟ إلا بهلاك القرى ورحيل أهلها عنها وهذا لا يكون إلا بالجفاف والجذب أو بماذا؟ بالحروب المستقصلة يخرب بيتكم واش طلبتوا أنتم شوفوا هذا الكفر طلبوا طلبا من أغرب ومن أبشع ما يكون هاي معنى هاي معنى الطلب طبعا في بعض النس قال لك لا هم مقالوش هيك هم قالوا فقالوا ربنا بعد بين أسفالنا من باب البطر الزائد قال لك لا هذا بعيد تمشي ساعتين قري أمامك بعيد قال لك آه بعيد بدنا أقرب من هيك هذا القراءة الثانية ربنا خبر على جهة الإخبار من جهة الدعاء يعني هذا خبر مش إنشاء قراءتنا هذا إيش إنشاء يعني قالوا يا ربنا البعداء 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 يا ربنا باعد وفي قراءة بععد بين أسفالنا نفس الشيء بععد بين أسفالنا أو بععد بين أسفالنا واضح هذا إنشاء بدهم هيك كمية مش عجب بدهم الخشونة بدهم الصعوبة بدهم القساوة وفي قراءة ربنا بعد بين أسفالنا خبر قالوا والله الله مش مدلعنا كثير يعني مش مدللنا كثير مش معطينا كثير نعمته مش سابغ علينا بعيد القراء هذه ما حيدة قالوا بدنا إيه بدنا أقرب من هيك لسه هذا التفسير على هذه القراءة رجحه أبو حاتم رحمة الله عليه الإمام الجليل المحدد قال هذا أوفق لأنهم ما طالبوا التبعيد هو استقر لا أنا أقول لا أنا مع رأي الجماهير وعنهم قالوا فعلا بعد بين أسفالنا لماذا؟ هذا هو ما أصبني إسرائيل يا أبا حاتم رضي الله عنه وأرضاه مع أنه كلام واجه برضو لكن هذا أوجه بنوا إسرائيل عندهم إيه كان المن والسلوى المن والسلوى ما عجبهم لن نصبر والبصر والفول والأعداس والأخيار والفقوس هل تستبدوها الذي هو أدنى وهذا نفس الشيء بالذي هو خير هذول استبدأوا والذي هو أبعد بالذي هو أقرب والذي هو أشق بالذي هو عيصر ما تدخل المبتزمون منهم فشيء غريب بطر الله قال لك فيه أم زيك على فكرة فيه مننا ناس كمان لا تقول لي سبا وبن إسرائيل منا زينا أفراد هك تقول لي كيف طبعا تعرف كيف أنا أقول لك كل من استخدم نعمة الله في غير ما يرضي الله ولم يجتهد فيه شكرها هو كأنه يقول يا رب لا أريدها مليلت منها غيرها عني يعني لما الله ما أعطيك مرة صالحة طيبة صوامة قوامة كاف شرها عن الناس لا تغتاب لا تحكي ولا عمرها جبت لك مشكلة عمرت فلان ودخل أبدا أبدا ومش عجباك انت وتؤنم فيها 24 ساعة وعينك على غيرها وبتعمل أشياء ما معنى هذا كأنك تقول لها يا الله خذها مني وأبدلني شرا منها وهيك سيصير سيأتيك يوم تتطلق منها وتأتيك واحد تتعلمت الأدب هذا نفس الشي زي سبق واحد الله معطيه القرآن عنده حافظة هو صغير هيك حافظة القرآن الكريم ستين حزب حفظهم كلهم ماشر الله كأنه سورة الفاتحة لكن القرآن يريده تعاهد يتفلت لا يتعاهد ويقول لا لا عندي ذاكرة قوية الحمد لله واستخدم ذكاه وذاكرته وحواسه فيما لا يرضي الله أفلام ما يهموش كيف ما تكون عريم مش عري كذا حلال حرام مش عادي يحضر رفع 20 ساعة دائما وشوف أشياء بشعة وكذا سيأتي يوم الأيام عليه لا يبقى في رأسه ربما حتى الفاتحة تغلط فيها ولو حاول يحاول يمكن يقعد السجن يسترجع ومش حيرجع الله قال له نعمة لم تشكرها أخذناها منك أي نعمة عندك على فكرة لم تشكرها أنت تتعرض لأن تسلبها واضح وهذا بطر أنت بترطي النعمة واحد عنده أموال كثيرة يستخدمها في معصة الله يا رجل ليش الناس تتمنى تأكل الناس تتمنى تشرب الناس تتمنى يكون عندها عشر ما عندك عشان تتوسع في ماذا في الصدقة في الصدقة في الصدقات الجارية الناس في أفريقيا الناس في العراق الناس في أفغانستان الناس في فلسطين في سوريا في مخيمات اللاجئين في فلسطين والسوريين وفي كل مكان عندنا في حين لاجئين أعمل صدقات جارية أكل شرب مياه ملابس أي شيء معاهد مساجد مصليات مدارس مكادم تحفيظ القرآن يا رجل ما لك يا أحمد لا يماط وزنة وعهر ودعارة وخمر وأشياء مما يغضب الله حام تمام سيأتيك يوم قريب تفقد كل هذا وإذا لم تفقده والله والله لو فقدته البعيد يكون أحسن لسه لأنه ستقصر من المعاصي لكن إذا ما فقدته وعشت ومت ونتهيك يا الله يا الله نسأل الله العفو العافية ستلقى الله بجبال من الكبائر والسيئات جبال وأنت هالك البعيد بالنعمة لم مرت نفسك في دولة آخرة بالنعمة نسأل الله أنكم من أهل الشكر لا من أهلكم طيب الله قال فقالوا ربنا بعد بين أسفالنا وظلموا أنفسهم ظلموا ليس فقط بهذا السؤال الغبي ظلموا أنفسهم بكفر النعمة وكفر الرسل وكفر الرسل فجعلناهم أحاديث تلوكهم الألسنة يتنذر بهم السمار في مجال سمارهم يضربهم المثل يجب أن يقول لهم تفرقوا أياد سبا مزقوا يعني مزقوا كل ممزقة طيب وعجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق هنا وهنا وهنا في كل البلاد إن في ذلك أي فيما وقع لهم لآيات لكل صبار شكور صبار ليه صبار انتبهوا الصبر حتى في النعم في صبر ليس الصبر بس على البلاء في صبر على البلاء والأخضية المكروهة وفي صبر على ماذا على الطاعة صبر عن المعصية ما تعملها صبر وصبر على الطاعة الطاعة بدها جلد طاعة بدها جلد الصبار يفهم هذه الآيات وشكور لنعم الله تبارك وتعالى أيضا ولقد صدق عليهم وفي قراءة صدقاء من غير تضعيف ولقد صدق عليهم إبليس لعنة الله عليها ظنه واحد يقول لك ما ظنه هذا اختلفوا فيه بس الأرجح والأظهر أنه ظنه لأحتنكن ذريته إلا قليلا البعيد توعده قال قال انت بس سيبني وأنظرني أسلطني عليهم وحتشوف هذا ولا نسل هذا اللي كرمته علي نسله معظمهم حيطعوني أنا مش أنت يا رب تخيال الله قال هذول على أقل سبأ صدق فيهم وصدق عليهم إبليس ظنه لأسف قال تعالى فاتبعوه معظمهم إلا فريقا من المؤمنين باستثناء فريق فقط من المؤمنين وإلا البقية اتبعوه والعياذ بالله معنى صدق صدق ذان إبليس لأحتنكن ذريته إلا قليلا هو قال قال في ناس مش حكدر عليهم اللهم اجعلنا من هذا القليل اللهم اجعلنا من هذا القليل قال في ناس مش حكدر عليهم تتوقع يا أخي المسلم يا أخت المسلمة لو حفظت على صرواتك الخمس وخاصة في أوائل أوقاتها ما تحاول تأخرها إلى آخر وقتها فتأثم في أوائل أوقاتها وعلى فكرة وعلى فكرة شوف واحد يقول لي طيب أنا أخرت ساعة مثلا أأثر شوف الإثم في حالة واحدة إذا أخرتها بحيث يتضايق وقتها ولا يتسع لمثلها يعني أخر الظهور صلى سلم بكون ضل العصر بمقدار ركعة أو ركعتين أو ما ظلش مش حكد لصلي كمان ظهور أنت وقعت في الحرام أسقط الفريضة وفي إثم عليك مش هيك تؤدى فريضة الله تعاق 5 دقيقة من غير عذر طبعا إذا كان من غير عذر مواضح أما إذا أخرت أقل من هيك ما في إثم بس تعرفوا إيش بمع أنه في جنات هنا وذكر الجنتين من صلى الصلاة في أول وقتها وبيحة فردوس الصلاة في أول إزهاره وإيناعه ولك هو شجنة الصلاة تخش يا حبيبي العناقيد ودلى الأكل ازتمار الثمرات شهية نضيجة خذ ما تشاء خذ أجور وخذ معاني وفتوح إلهية هذا أجر من يصلي الصلاة في أول وقتها النبي لما سؤل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على إيه وقتها أحسن من الجهاد وأحسن من بر الوالدين واحد يقول لي بس كيف حتى السؤال غير مفهوم طبعا طبعا السؤال بظاهرة غير مفهوم الصلاة موضوع غير الجهاد هذا شيء وهذا شيء بصراحة والجهاد والصلاة موضوعان غير بر الوالدين كيف نفضل بينهن من ناحية إيه واحد يقولك من ناحية الأجر يمكن من ناحية الأجر آه هذا وجيه وضيف إليها من ناحية الأجر والفتوح فتوح من يؤدي العبادة في أول وقتها وأجره أعظم ممن إيه يؤخر أما الذي يأتي يصل الصلاة أه ولم يبق إيه وقت إلا إيه لها وحد أنا أقول لك هذا أسقط الفريضة وجاء في خريف البستان في الخريف الأوراق كلها ساقط صفراء الثمار غير موجودة يعني إذا سحلوا ثمر من هنا فأولح إليها معجوفة وقديمة ومضروبة هذا هو البسل في آخر الوقت وجرب وخذ بنصيحة أخوك جرب ويجتهل وعلى فكرة بدك الله يحبك ويفتع عليك تعلم من سيدك الكريم موسى صلواته ربي وتسليماته عليه وعجلت إليك ربي لترضى عجلت إليك ربي لترضى واحد يسأل ليش دعاء الملائكة لا يرد الملائكة ذا دعت أفي آمين كله الله يؤمن الله يقبل مباشرة عفوا لماذا؟ لأن الملائكة لا تعصي وتبادر إلى أمر الله مباشرة ما في تأخر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وفيش فالعبد منا إذا تملك بمعنى انتسب الملائكة وصار لا يعص الله يحاول أن لا يعص الله لا يعصي الباطن وهي الأهم على فكرة ولا معاصي الظاهر ويبادر إلى مرضات الله يبادر الله إلى مرضاته بس يقول هك الله يقول له خذ وحدثكم في خطبة الدعاء كيف؟ بس حد ما يقول لك يا ابني بعون لله أعطاك الله الله بكون أعطاك وما تعيش نفسه إليك بدعوه أعطاك الله الله بأعطيك أعطاك الله الله بأعطيك أبا بأبا هكذا هذه الناس أحياء هذولا وماتوا قبل سنوات بعضهم كيف؟ هدوها السلئ لأن هذا هيك عجلت إليك ربي لترضى يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون مش بس عجلة يحاول هو يسبق الفعل الخير كما تخيل شوف في المثل البلاغ وين القرآن الكريم يسارعون في الخير الله مجعل منهم وهم لها سابقون هذا الفرق طيب إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان السلطان هو أي القوة أو الحجة القاهرة إبليس نملك له علينا حجة قاهرة تقهرنا وتقنعنا بموارده أن نرد موارده البعيد ونصدق مساركه ونستجيب له عمر إبليس ما يقول لك تعال إياك وأنت تتصدق هذه الصدقة أن تظهرها أخفيها مستحيل لك بيينها يا رجل خلّ لي لك يتعلم منك وهو قصده يعطي نفسك هواه إن أنا ما شاء الله صح ولا ما يأمرك وإي بالخير مستحيل أن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر